السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج القوس لشهر جوان أو يونيو هي قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم أو على الجميع وقد تنطبق جزئيا أو كليا هي قراءة لبرج القوس الشمسي القمري والطالع لذلك أخذوا ما ترتحون إليه من الرسالة والقراءة والباقي أتركوه يرحل في السلام للكون فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة نبدأ وهي قراءة للنساء والرجال مع أنني دائما أتكلم مع النساء لكن لأن معظم أو أغلبية متابعين هم هنا نساء لكن هي قراءة للنساء والرجال إذا لنبدأ كانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب غادي آآ غادي نديروا القراءة السحب ثم سنأخذ سنرى ما هي نصيحة أو رسالة الملائكة والنصيحة السماوية كانت من لكم حظ سعيد بسم الله عزيزي برج القوس خاصة البنات أرى أنكم يعني فقدتوا بزاف ديال الوزن يعني عافيتوا بزاف يعني فقدتنا الكثير من الوزن لذلك أعتاني بنفسك الله يخليك يعني أنت تصومين بالليل والنهار أو أنت يعني تصومون بالليل والنهار لذلك أعتاني بنفسكم الله يخليكم البعض منكم ربما يعني عانى من نومونية يعني لابنوموني يعني السعال والالتهاب الرئوي لكن الحمد لله هناك شفاء وخاء يعني بسبب هذا التغيير الجدري يعني في الجو اليوم باء اليوم طقس بارد وغضاء الطقس حار لذلك لكن هناك شفاء إن شاء الله بالنسبة للعمل أرى أن هناك خيبة أمل في العمل هناك خيبة أمل في مجال العمل بسبب الطاقة السلبية نعم بسبب الطاقة السلبية يعني طاقة الحسد لكن عزيزي أنا أرى بداية عمل جديد وهذا العمل سيسمحه لك بإظهار أفضل ما فيك يعني سترتاح كثيرا في هذا العمل وسيسمحه لك يعني أن تخرج هذا الإبداع الذي بداخلك وهذه يعني الكشف عن هذه الروح الجميلة التي لدى برج القوس يعني برج القوس هو الحنان واللطف هذه هي الصراحة والحقيقة نعم هذا العمل كذلك سيسمحه لك الله الله سيسمحه لك بمساعدة الآخرين مدياً ومعنوياً سيسمحه لك بمساعدة الآخرين مدياً أو معنوياً أو بجوج يعني مدياً ومعنوياً في نفس الوقت يعني أنت ترسل للكوم وستتلقى نفس الشيء ترسل الخير والبركة وهذه هي القاعدة الكونية كما أقول دائماً بالنسبة للعاطفة عزيزي برج القوس أنت فتقتك هي البناء والضمار أو تحطيم لكن هذا ليس سلبي انتظروا بناء أشياء جديدة والخروج من السلبي هذا ما أريده يعني هذا ما أريده أن أقول هذا الحبيب الله يحبك الله الله يحبك هذا بداية دابا نشرحه دابا نشرحه دابا نركز شوية بداية حب حب قوي وصافي هرب هرب من هذا أنت تهرب من هذا الحب هنا حبيب طاقته نارية. يعني اسد او قوس مثلك او حمل. هو حب قوي وصافي ومكتوب لما فر منه. لما فر منه. وحب حياتك. لكن هناك طاقة سلبية بزاف طاقة سلبية. الله منذير. هناك طاقة سلبية. يعني مش سلبية. يعني فضيعة. هذا الانسان يتصرف بشكل سلبي وسيء بزاف. كثيرا. يعني كثيرا. هذا اسوأ ما قرأته. وهذه الطاقة السلبية تؤثر على هذا على تصرف هذا الحبيب بشكل فضيع. هذا الانسان هذا الحبيب يصير يصير بطلغ. يعني كفيش كان قلوب العربية ثناء القطب. نعم. هو ليس مجنون. لكن هو مرة ثلج ومرة نار. ليستر. وكل هذا بسبب هذه الطاقات السلبية. هذه الطاقات السلبية لا ادري لماذا تؤثر كثيرا في هذا الشخص. يعني ليستر 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 ليستر. واعرى بزافق بها هذا الشخص. امرأة. نعم امرأة. انا ارى مرأة. وكذلك منافقة. انت تعرف هذه المرأة. لان معك تظهر وجه. ولديها وجهان. يعني منافقة. سبحالله العظيم. ليستر. يعني هذه ايبوك خيت بزاف بزاف بزاف. بزاف. وطاقتها هي حسد وغيرة لحدود لها. سبحالله العظيم. نعم يعني كنصحكم. انصحكم بوضع خميسة في العنق او كف. يعني انتم تقولون في بعض البلدان العربية كف. يعني خميسة او كف. في عنقكم. واقراءوا المعاوداتهم في الصباح وقبل النوم. الله يخليكم. لانها تقيعني قبيحة بزاف. وخ. الله يحفظكم. فانتم ملائكة. كل القوسيين الذين تعرفت عليهم في حياتي هم ملاك فوق الارض. هذه هي الحقيقة. هذا الانسان يذهب ويعود. يقول لك اليوم. حبيبي احبك. كان بغيك ما نقدرش نعيش بلا بيك. غد ينحمق. سأجن. احبك ولا يمكنني العيش من دوني. اغضى بحالي لقلبه الجنون. اه يعني تقول لك ابتعد عني. انا لا اريد ان اكون معك. يعني هذا الانسان لا ادري ماذا يحدث. انا لا ادري ما. الله اعلم. لنواصل عزيزي انها قراءة يعني. يوفيك ويتعذب. هو يتعذب. هو يتعذب كثيرا. عزيزي برج الاسد. عفوا. عزيزي برج القوس. تقول لك هذا الكارد. اه. ان اه. يعني ان لا تتكلمك في الصمت. كارد الصمت. لا تتكلم كثيرا. انت عزيزي برج القوس براءتك تجعلك تثق بكل الناس. لكن للأسف للأسف الشديد. ماشي كل الناس بحالك. واخا. لا تتكلم اه مع احد عن امنياتك عن اهدافك. اه يعني خبيها خليها لك بحديتك. واخا. لان او يعني اه تكلم عن هذه الاشياء مع من تعرف انه طبعا يحبك. اه يحبك ويتمنى لك الخير امك مثلا. واخا. لماذا? لانك اذا تكلمت عن ما في قلبك وفي بالك. تثق بزاف في الناس. لانك انسان بارئ بزاف وطيب بزاف. فسيدمرون كل هذه الايجابية التي بروحك. فالقوسيين هم هاكده دائما ايجابيين وعندهم هاد الفرحة. الزوينة وهذا. هاد الطاقة. طاقة اه يعني الاطفال النبيلة. لذلك الله يخليكم الصمت. الصمت وخليوا داك الشيء اللي في بالكم في قلبكم. واخا. او للام الحبيبة. واخا. لا ولا يعني رغم هذه الطاقات. رغم هذه الطاقات الثلبية لا تفقد ابدا السعادة والفرح. يعني انت عندك سعادة خالدة وفرح خالد في قلبك في روحك وفي وجهك. واخا. قراءة يعني قراءة جعلتني يعني كانت تأثر وتخلعت شوية. لاني يعني طاقت بيحة بزاف لكن هناك حب جميل. حب جميل عزيزي. ارى كذلك شخص ثاني. اه ارى حب اخر. شخص اخر انسان طيب في غاية الطيبوبة. الطيبة. في غاية الطيبة. وكل هدفه هو اسعادك. وطاقته هوائية. هذا الحبيب. هوائية او طرابية كذلك. واخا. اه وانت اولويته هذا الحبيب. نحن نتكلم عن حبيب اخر. اما هو موجود في حياتك او سيظهر. لكن ارى ان هناك انسان طيب جدا يحبك بزاف لكن انت يعني لا تنسى الحب الاخر. يعني الحب الناري. الحبيب الاول. الذي طاقته نارية. السدقوس او حمل. واخا. لكن مع هاد الشخص ستعيش هاد الانسان سيعيد لك التوازن في حياته وملك هاد الانسان. وسيعطي لك كل ما تستحقه عزيزي برج القوس لانك عانيت كثيرا مع هاد الانسان. لكنك لا تنساه. لا تنساه ورغم يعني هذا الرجل يعني هذا الانسان الانسان الطيب الذي يحبك بزاف. انت لا تنسى الاخر ابدا. وهذا مع هذا الانسان ستعيش سعادة كاملة. سعادة كاملة. يعني هذا الانسان سيضحي بالكل يعني انت اولوياته. كل شيء في حياته هو انت وانت وانسا. لكن ماذا يحدث? هذا البرج يعني هذا الحبيب الحبيب الناري. لن يترك يعني لن يترك هذه الاشياء تحدث. هو دائما حاضر كيمشي ويرجع. لانه لا يريد ان يخسرك. لا يريد. وسيدافع يوما يدافع عنك وغدا يرحل ويختفي. وهكذا دائما. واخا. كانت هذه القراءة. قراءة جميلة بزاف. ومع هذا الانسان الثاني انت ستعيش يعني يعني الخير والرزق. واخا هذا الانسان غادي يعطيك كل شيء. هذا هو الحب الناري وهذا هو. يعني سيعطيك كل شيء. لكن الاخر لن يتركك بسلام. دائما غادي يكون اما في عقلك وقلبك او سيظهر من حين لاخر في حياتك. واخا ما غاديش يخلك اه. يعني ما غاديش يخلك ترتاح ابدا. يعني عاطفين ما غاديش ترتاح. لانه توأم الروح. وهو يريد ان يعيش معك. لكن هناك حواجز وطاقات سلبية بزاف بزاف بزاف. الله يحفظكم ويحميكم. يعني يعني طاقات قبيحة بزاف. لذلك انا باعي معاكم الله يحفظكم ويحميكم. ولا تترك يعني هذه الطاقات تمحي هذه الابتسامة التي هي دائما مرسومة على وجهك. عزيزي برج القوس الله يخليك. لا تتركها تختفي ابدا ابدا. لانك انت يعني انت لطيف وحانون بزاف بطريقة مفرطة ومبالغ فيها. لكن لا تسمحوا لهذه الطاقة السلبية تغير شخصيتكم المميزة والجميلة مهما اساء اليكم. فالسماء والكون يعني الوئام الكوني يرجع الاشياء او يترك الاشياء في مكانها. يعني مهما كانت هذه الطاقة تدخل بقو وتريد التفرقاء الكون سيترك كل الاشياء في مكانها. هذه هي القاعدة القاعدة الكونية. وهذا الحب لما فر له. لما فر نعم لما فر منه لكن هناك يعني الكثير من المعاناة. نعم. وأنت عزيزي لا تتغير. واخا انت ما ترسله للكون يعود اليك. وهذه الطاقة السلبية كذلك ما ترسله اليك هي ترسله في الحقيقة يعني لنفسهم. هالطاقة السلبية يرسلون السوء وسيعود اليهم. يعني انت لا تخاف. لا تخاف ابدا من هذه الطاقة السلبية. فهي في الحقيقة طاقة ضعيفة طاقة الجهل. انا لا اؤمن بالشر. هي طاقة الجهل والضعف. ولذلك تتصرف بهذا اه بهذا التصرف. هذا التصرف العنيف والسيء. وانت عزيزي طاقتك هي القوة. القوة والطيبة. والنجاح معك دائما ستنجح في كل ما تريده. في العمل في الحياة في الحب في كل شيء. لنرى ما هي نصيحة الملائكة. والنصيحة يعني الله غادي ناخد شوية بالحجر. لاني احتاج لطاقة ايجابية. لانا رأيت يعني الطاقة السلبية بالزاف بالزاف. يعني طاقة سلبية. هذا قداري. قرأوا المعويدتين للا يخليكم وضاعوا خميسة في العنق ديالكم. وغادي ناخد مشيغ الوحدة غادي ناخد تلاتة ديال الرسائل. لاني رأيت يعني طاقت طاقة سلبية بزاف. تقول يعني الطابعة. يعني الهواء الطلق والطابعة سيجعلك يعني تعود للشباب. وخة. في فصل الخريف ستحصل على الرزق. نعم ستحصل على الرزق. هذا ما يقول. يعني القطف يعني في فصل الخريف قطف الثمار. وهذه تقول الجواب لسؤالك يتعلق بابنتك. لا ادري ربما البعض منكم عندكم بنية. او اذا لم تكونوا متزوجين فطفلة من العائلة. او يتكلم عن براءتك انت. انت كطف. براءتك يعني براءة برج القوس. وخة. وحتى هذه ناخد منها ثلاثة. لنرى ما هي? الرسالة الملائكية ملائكة الحب. اه. تكلم بقلب وقلبك مفتوح. يعني تكلم بصراحة مع ايه. يعني تكلم عن عن مشاعرك مع حبيبك. هذا ما تقوله هذا القطوة الثانية. اه. انظر لحياتك العاطفية بتفاؤل. أتفكير الإيجابي والإيمان غادي يجيب لك الحب. حب يعني هذا الإنسان الذي تحبه. تحبه أنت. يعني التفكير الإيجابي والحب سيجعله يجعلهما يعيدون يعني سيعيدان الحبيب إلى حياتك. والأخيرة أحبب بدون خوف. افتح قلبك للإعطاء. نعم للعطاء وللاستلام. لاستلام الطاقة يعني أعظم طاقة موجودة في الكم. كانت قراءة جميلة كانت من لكم الخير كانت من لكم الخير